طوبة للحزانة لأنهم يتعزون أحبائي المفروض إحنا نحزن بالأول على خطيانا الحزن على الخطايا لأنه منفحص أنفسنا في ضوء نور كلمة الله في المقياس اللي وضعوا إلنا الرب يسوع المسيح ماذا عن الثمر في مشكلة عدم الإثمار ماذا عن قلة الشركة مع الرب ماذا عن برودة المحبة أو ضعف محبتنا لهم ماذا عن حياة الرياء والكبرية أيضا محتاجين نحزن ونتوب عن خطيانا محتاجين نواجه أنفسنا أحبائي وفعلا نحسم الأمر مع أنفسنا أحزن على خطياني لأنه في عدم التوافق مع قداسة الله الله قدوس الله كامل لا أحاول أن أسترها بل أتعامل معها بحزم وبشدة نحزن على الكنيسة اللي وصلنا اليوم الإنغماس في العالم يعني كتير أمور عالمية دخلت كنايسنا عدم الوحدي التحذب الفرقات الموجودة هذه مش إرادة الله إرادة يسوع مكتوب أبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها فلازم نحزن على اللي منشوفه في هذه الأيام ونصرخ للرب ولربما نذرف الدموع أيضا أمام الرب إحنا بنعرف إنه الأم اللي بتبكي تزرف الدموع على أولادها ابن الدموع لابد إنه يرجع للرب ماذا عن أولادنا بناتنا ماذا عن أهلنا كم من الدموع التي ذرفت بحزن على حالتهم أنا إذا اختبرت المسيح الله بحط فيي أحشاء رأفات تجاه الشخص الآخر إنه يعني أطلب خيره وأطلب إنه فعلا يأتي إلى معرفة يسوع المسيح لكن أحباء الوعد طوبة للحزانة لأنهم يتعزون الرب ما بيترك إنسان في شعية مكتوب أنا أنا معزيكم يقول الرب الرب هو اللي بعزينا وهو اللي بيشفي منكسري القلب وهو اللي بيأتي إلى معونتنا حتى يسندنا في هذا الظرف اللي إحنا منمر فيه وتأكد إنه في يوم من الأيام مكتوب يهرب الحزن والتناهد في يوم من الأيام ربنا رح يمسح كل دمعة من عيوننا وتذكر كمان الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج كل زرع بتزرعه وكل شيء بتعمله حتى لو بيبتدي في البداية بحزن تأكد إنه نتيجة مرضية والنتيجة رح يكون فيها بركة والله رح يبارك عملك وراح تشوف تعب إيديك والثمر في حياتك ترجمة نانسي قنقر